شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن هدف الدولة في هذه المرحلة يتمثل في توطين صناعة الزيوت في مصر وذلك وفق خطة تستهدف التحرك وبقوة في هذا الملف جاء ذلك خلال اجتماع لبحث التوسع في إنتاج الزيت الخام محليا حيث أشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية عبر توفير التقاوي المطلوبة فضلا عن تشجيع الزراعة التعاقدية كما أكد مدبولي أنه من المقرر أن تتم زراعة نحو 150 ألف الدان فول صوية هذا العام على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف الدان العام المقبل